السؤال السادس يقول تحتوي أغلب المنتجات التجميلية على دم الغزال فهل دمه نجس وهل تجوز الصلاة به دم الغزال المراد هنا يعني السائل فيما يظهر لي الله أعلم السائل هنا يقصد أو يريد بدم الغزال أنه الدم المعروف لحيوان الغزال الواقع عندنا الدم دم الغزال مصطلح دم الغزال الذي يراده حينما تذكر هذه القضايا التجميلية ليس هو دم الغزال الحقيقي الكائن الحي الدم الذي يأخذ من الدم إن كان فعلا يأخذ منه هذا الدم محرم لا إشكال فيه الدم من الغزال الحيوان هذا نجس إن كان هذا الدم غير إن كان الحيوان غير مذكى ونحو ذلك الدم نجس كما في الكتاب العزيز وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان من الحيوان أم كان من الإنسان كله نجس هذا الدم دم التذكية أو الدم الخارج من غير تذكية هذا نجس لكن الواقع أن الذي يذكر في قضايا التجميل التجميل الذي يراد للبشرة هذا دم الغزال مصطلح لمسحوق أحمر اللون وهو ناعم مبشور ناعم الملمس يعني هو لأجل كما قلته للبشرة يعطيها جمالا ونظارة يباع غالبا على هيئة مكعب من الطين الأحمر ويصنع هذا بهذا المصطلح ليس من دم الغزال الأصلي وإنما من أوراق الخشخاش قد تسمى شقائق النعمان الحمران وكذلك من لحاء أشجار الرمان يجفف هذان المكونان تحت الشمس ثم يطحنان وبعد ذلك الطحين الذي يخرج بعد ذلك من هاتين النبتتين هو الذي يسمى دم الغزال هو كما قلت هو لأجل تحسين صحة الشفاق في الغالب مرطب للجلد يحمي الجلد والشفاق من التشقق يحسن صحة البشرة يعطيها نعومة وملمسا ناعما هذا المسحوق من هذه المكونات لا حرج فيه ليس هو نقسا وليدخل فيما يشاء لا يؤثر فليس هو مسكرا وليس هو نقسا وإنما هو من نباتات من الرمان وغيره إذن هو جائز واستعماله لأجل ترقيق البشرة ولأجل ترطيب الشفاة ونح هذا كله لا حرج فيه من الناحية الشرعية إذن دم الغزال ليس دم حقيقيا وإنما هو مصطلح على مسحوق مكون أو مأخوذ من بعض النباتات وله أثر طيب على الجسد فهو يورث الجسد رطوبة معينة ونعومة وجمالا ونظارا ذاك يستعمل كثيرا في التجميل فعلا وسمي دم الغزال لأن لونه أحمر فهو كده من الغزال لأجل لأجل أن يكون هذا المسحوق مقبولا عند الناس نجده يعني ينسب إلى الغزال والغزال كهو معلوم من أجمل الحيوانات التي يتغزل بها حتى كلمة الغزال وكذا جاءت من الغزال على كل أخذت منها وهذا لأجل تحفيز الناس على الإقبال على هذا وإله وليس نجسا لأنه مادة نباتية لا حرج فيها والله أعلم لذلك السائل لعله يتصور هذا لكن المعروف في مصطلح إدم الغزال أنه هذا المسحوق الذي أحمر اللون الذي ذكرته والله تعالى أعلم لذلك لها حرج فيه وليس هو نجسا والله تعالى أعلم شكرا